سام سيفن ميستر مارفل لسنا الوحيدون لكننا الافضل مع سام سيفن ميستر مارفل هتلاقي كل حاجة عندنا هتلاقي كل الازواء وكل اللي نفسك فيه مع سام سيفن ميستر مارفل لسنا الوحيدون لكننا الافضل العنوان المنصورة شارع احمد ماهر نصية معاز بن جبل بجوار بنك سي اي بي ميت غمر اول شارع بور سعيد بجوار تاون تايم اجا شارع الجلاء بجوار الفخراني على بيتزا بلازا استنبلوين شارع الشيخ عمر اسفل البيت السعودي للعبايات تليفون زير 11 52 009 009 يلا يا حلوين تعالونا في العنوان سام سيفن ميستر مارفل لسنا الوحيدون لكننا الافضل مع تحيات رئيس مجلس الادارة مهندس حازم طه يا صباح الرحمة والانسانية عليكم مشاهدين صباح التحدي والارادة في حلقة جديدة من برنامج حوار مع يسرى ومعاكم يسرى نصر الله موضوع حلقتنا النهاردة عن زاوي الاحتاجات الخاصة او زاوي الهمم زاوي الاحتاجات الخاصة بالرغم من الاعاقة الا ان ربنا ميزهم بحاجة ممكن تكون مش عندنا ده هم موهبة او حاجة كبيرة اوي ممكن تكون مش موجودة فينا احنا الناس العادية عشان كده محتاجين نقرب منهم نسمعهم نعرف ايه هي مشاكلهم وحلولها نضمهم لينا نحتويهم معينا الدكتورة دينا مصطفى وحنائش موضوع زاوي الهمم اهلا بحضرتك الدكتور اهلا بحضرتك دكتور مبدئيا من كده عرفينا بنفسك انا دينا مصطفى دكتور تخاطب وتنمية مهارات وتعديل السلوك مدرب تنمية بشرية ارشاد نفسي واسري وتربوي مديرة مركز مديرة مركز النوع الامل اهلا بحضرتك طب كلمينا كده عن اعاقة واسبابها وانواعها طبعا تمام هو الترب في النمو العقلي وفي خلايا المخ بيأثر على النمو الجسمي والحركي في الطفل انواعها فيه انواع كتير جدا فيه شلال دماغي فيه اعاقات متصنفة اعاقات عقلية بثلاث مراحل فيه اعاقة عقلية بسيطة وعاقة عقلية متوسطة وعاقة عقلية شديدة وفيه اعاقة عقلية شديدة جدا طبعية اسبابها اسباب نتكلم على اعاقات الأولي لانواع كلها الأول درد وفيه عندنا توحد وفيه عندنا شلال دماغي وفيه عندنا متلازمة طبعا تمام هتكلم اول حاجة عن الشلال الدماغي واسبابه الشلال الدماغي ده بيجي نتيجة مشاكل أثناء الحمل وأثناء الولادة وأثناء بعد الولادة يعني مثلا الأم عندها اتعرضت لإشاعة اكس أو اتعرضت لمشاكل أثناء الحمل مثلا زي نقص الحديد في الدم كمان بيأثر عليها لو اتعرضت لتدخين أو إدمان أو خدت أدوية بتأثر على الطفل أثناء الحمل كمان الحصبة الألمانية أو الحصبات بجميع أنواعها بتعمل تشوف في الأدوية أثناء الولادة ممكن يحصل نزيف أثناء الولادة بيأثر جدا على الطفل كمان لو الولادة كانت متعسرة باستخدام ألات أو ألات حدة ممكن بيأرض الطفل للشلل الدماغي بيأثر عليه جدا وبيبقى نقص أكسجين نتيجة الشفاط واستخدام الأدوات دي فبيأثر جدا على الطفل ده ممكن بيحصل له بقى حاجات كتير بعد الولادة ممكن بيكون شلل طرفي أو شلل نصفي أو شلل سلاسي أو رباعي أو في جميع الأطراف جميل ده الشلل الدماغي عندي متلازمة داون بيبقى أصلا خطأ في كرموزوم 21 والخطأ في كرموزوم 13 و14 و15 بينتج عنه أن الطفل بيكون بيبقى أشبه المنغل أو هم المنغلين بيبقى ليه مواصفات معينة بيبقى باين جحوز في العينين قسر في الأطراف كمان عندي الكاف في الإيد نفسه هنا مثلا الرسم الكاف في نفسه التخطيط في اليد نفسه بيكون شكل مختلف هو بيبقى باين كمان بيبقى كفوفه قصيرة ورجلية بيبقى قصيرة بيبقى شوية عنده إطراف في النمو الجسمي يعني بيبقى فيه فرط في السمنة وممكن بيبقى نحافة شديدة جدا فبيأثر بقى عليه في شكله طيب يا دكتورة عايزين نتكلم عن التوحد حرمان البيئي بيأثر على الحرمان البيئي هما الاتنين نفس الصفات يعني بنلاقيهم متشابهين جدا جدا بنلاقي الولد أصلا عنده إطراف النمو اللغوي مش بيتكلم كويس ما عندهوش تواصل اجتماعي ما عندهوش تواصل بصري عايزين نفرق بين الاتنين التوحد ده بيبقى نتيجة خلل بييتعامل للطفل ده بنعرف هو نسبة الزكاء عنده قد إيه كمان بنشوف الأعراض بتاعته الأعراض بتاعته بيلاقي إن الطفل ده ما عندهوش تواصل بصري نهائي ما عندهوش الشعور بالألم يعني وتقريبا طول الوقت بيعزف نفسه بيعمل حركات تكرارية طول الوقت نفس الحاجات الروتينية اللي هو بيعملها كل يوم هو اللي بيعملها يعني مثلا لو الطفل ده قاعد في قوته لو مامته مثلا حتى رصة اللعب بتاعته بطريقة معينة أو هو رصصها بطريقة معينة لو لعبة اتشالت من مكانها بتلاقي الولد بيصرخ وبينفعل وبينهار لاختلافها ده التوحد ده التوحد يبقى الحرمين البيئي الحرمين البيئي إن بيكون هو بيشتركوا مع بعض إن الولد ما يبقاش عنده تواصل اجتماعي مع اللي حواليه ما بيكونش عنده نمو لغوي ده بيجي مثلا لأسباب إن ممكن يكون إن مفيش حد مع الطفل ده بيتكلم في البيت مش اجتماعي مش اجتماعي ما بيضع حواليه ممكن يكون مثلا على طول ساكت لكن هو مش مريض لأ مش مريض ممكن يكونوا مثلا سافروا في مكان ما قاعدين لوحدهم ما بيتعرضش مثلا إن هو بيزور قريبه أو بيلعب مع أصحابه الطفل ده عليكو إن هو يندمج إن هو يندمج مع أطفال في سنه بزبط أو مع العائلة يعني أو الأقار مع الأسرة بزبط العرض ده أول ما بتشال بيبقى كويس جدا جدا وإحنا بقى بنحاول معاه بنعمله تنمية مهرات وبنعمله تعديل سلوك يعني فيه حاجة اسمها المجموعات الضمنية إن هو بيعرف الحاجات الحواليه يعني يعرف زي يتكلم يعرف زي يأكل يعرف اللبس يعرف الخضار يعرف الطيور يعرف الحيوانات حاجاتي كلها أول ما بيعرفها بتعنده حصيلة لغوية كويسة جدا وبيقدر بعد كده إن هو يتكلم طب كلمين الفرق ما بينه متلازم الدون والأعقاد العقلية متلازم الدون زي ما قلت لحضرتك إن ده خلل وخطأ في كرموزوم 13 و14 و15 ده بيكون حاجة في العقل لكن الأعقاد العقلية مش بيبقى فيه خلل في الكرموزوم لكن هو بيكون نتيجة ضعف في الخلايا المق نفسها وبتبقى منها درجات طب أنا أريد أن أسألك السؤال هل فيه أنواع من الأعقاد يعني فيها نسب شفاء آه إحنا يعني فيه نسب شفاء إن هو مثلا يعني مثلا التوحد مثلا إحنا بنعمل برامج رعاية للطفل ده بنعمله برامج تنمية مهارات إن هو يعتمد على نفسه إن هو يتعامل مع الآخرين يعني أن يبقى فيه تواصل بصري وفيه منهم كتير جدا بيكون عندهم مواهب في الرسم وفي الموسيقى وبيبقوا كويسين وحضرتك شفتي الموزيعة الجميلة كانت متلازمة دون حقيقي آه فبيتطور حالتهم كتير جدا نموذك مشارف فعلا طيب أنت شايفة نظرة الناس لزاوي الإحتاجات الخاصة على إنهم مثلا متخلفين عقليا رأيك إيه في الموضوع ده؟ هو أنا يا جماعة أنا عندي تحفظ من حيات المتخلفين عقليا دي هما يعني بدأت أن يدي الدرسات عشان يلغوا كلمة التخلف العقلي واستبدالها بكلمة زاوي الإحتاجات الخاصة ده طبعا عشان شعور شعور أبأهم وشعور الطفل ونفسيته لأن الجملة دي بتأثر عليه جدا يعني هو على قد ما هو طبعا كمان تحية للرئيس عبدالفتاح السيسي اللي أطلق عليهم لقب زاوي الإمام كميل آه تمام فطبعا إحنا بنحاول معاهم بنعمل لهم برامج رعاية بحيث أن هم نطور منهم ونحسن من سركاتهم كمان بنعمل معهم البرامج وبعد كده فيه فصول دمج وفيه مدارس دمج لزول إحتياجات الخاصة مع المجهود الأكاديمي في المدرسة ومع الشغل مع الأم في البيت كمان بيحسن من مستواه طبعا بسينا نتكلم عن التنمر إيه رأيك في أسليب التنمر اللي بتحصل أو بتقع عليهم وإنتي شايف أن التنمر عليهم أشد قصوة من التنمر على الناس العادية التنمر مشكلة كبيرة جدا جدا إحنا بنتعرض لها وأطفالنا بتعرضوا لها في المدارس وفي البيوت وفي النوادي كمان بيبقى شد قصوة لو كان الطفل ده زوي احتياجات خاصة وبتبقى الأم متضايقة ومكسوفة منه يعني في النادي مثلا بلاقي بعض الأمهات بتيجي مثلا تسلم علي طب يا دكتورة أقول لها فين فلان لا أنا ما جبتوش معايا النهاردة طب ما جبتوش معاك ليه أصلا أنا بتكسف منه الكلام ده يا جماعة ما ينفعش دول ولادنا إحنا لازم نحاول إحنا يكون عندنا الثقافة دي ننمي نفسنا ونطور من نفسنا ونتقبل الوضع عشان المجتمع يتقبله لو وليه الأمر نفسه وما يتقبلش إن ابنه عنده مشكلة والمفروض أنه ياخد بإيده ويساعده مش طب أنا بقى هقطعك في الحتة دي أنت شايفة أن الأسرة محتاجة تأهيل نفسي وعلمي ودراسة عشان تتعامل لو عندهم طفل زوي احتياجات خاصة أو طبعا لو أنا عندي طفل دون أو عندي طفل عنده شلل دماغي يعني الطفل مثلا عنده شلل دماغي ده إيه البرامج اللي بيتتبعوها عشان يقدروا يتعاملوا معاه ويعرفوا نوع العقل اللي عنده ويتعاملوا معاه على أساس ده هو فيه دراسات عليا في تربية طفولة كسم تربية خاصة ده ممكن الأم والأب يلتحقوا بيه أو فيه كرصات بقى طبعا بتؤهل الوليه الأمر إنه هو يتقبل ويعرف إيه بنوضع إيه وإيه البرامج اللي هو يعني المفروض إنه هو يتبعها أو يودي المتخصص إنه يتبع حالته بحيث إنه حالته ما تسوقش يعني لو حالته ما تحسنتش ما تسوقش طيب إنت شايفة إن مدارس التربية الفكرية بتجمع ما بين كل أنواع العقاة في فصول مجمعة أو تمام ولا كل إعاقة لها فاصل الوحدة لا هو المفروض إن الدمج بيكونه يعني فيه حاجتين ممكن بالمدارس العادية ممكن يكون طفل دم طفل عنده مشكلة عقلية وبييندمج مع الأولاد لأنه هو ممكن يكتسب منهم صفات كتير وفيه مدارس التربية الفكرية بيكون فيها يعني مع اختلاف الأحلام لا قصدي يعني مثلا هل متلازمة دون المفروض يبقوا لوحدهم توحد المفروض يبقوا لوحدهم ولا بيبقوا كلهم مع بعض لا بيبقوا مع بعض وفيه يعني بيبقى فيه برامج بتجمع بينهم بينهم كلهم مع بعض وممكن حاجات خاصة مثلا يعني مثلا إن شاء الدماغي محتاج تأهيل وظيفي بيبقى محتاجين برضو ونستعين بدكاترة العلاج الطبيعي لأنه هو بيكون عندهم في بعض الحالات تمدد في العضلات تيبس في العضلات فإحنا بنبقى محتاجين تمام أنت يا شايفة أن هم محتاجين إن كل واحد يبقى فيه فصول خاصة بكل حالة لوحدها لا أنا شايفة أن هم يندمجوا مع بعض لأن هم تفاعل أولاد بيكتسبوا خبرات مع بعض يعني مثلا الطفل التوحد لما يشوف مثلا أن فيه طفل تاني عنده تواصل آخر هو ممكن مع الاستمرارية بيكتسب الخبرات دي طب الناس ببقى صموا البوكم معيهم لا صموا البوكم دول بيبقوا حاجة تاني لأن هم بيتعاملوا بطريقة الإشارة أو طريقة برايل بتختلف عن الأعاقة العقلية فبيبقوا الوحدهم بيبقوا الوحدهم طيب يعني إحنا قزمة كورونا اللي إحنا فيها إزاي بقى بنوعيهم منها طرق الوقاية منها والتعامل معيها يعني إيه البرامج اللي أنتو عملتوها الفترة اللي فاتت للتعامل معيهم التعامل معيهم إحنا عن طريق المجموعات الضمنية طبعا هو الطفل أكتر حاجة طبعا إحنا عندنا الأوداتوري دي أكتر حاجة بتوصل الحاجة البصرية بتوصل المعلومة أبسط بكتير من الحاجة السامعية فإحنا عن طريق المجموعات الضمنية بتبع عبارة عن كروت فيها مثلا إزاي بنخسل إيدينا بطريقة صحيحة بنلبس الكمامة الماسك الجلافز بنوريهم مثلا بتعامل مثلا سانتايزر مطهيرات ولنا الحاجات التطهيرات دي أو البول بعلمه مثلا يعني إيه مسافة أمنة بيني وبيني زميلي كمان في المراكز بيبقى فيه اللوح الزجاجي لو مثلا مسافة أمنة فالولد بيعرف إن فيه إيه إن فيه كذا إن فيه مشكلة بنشاور بقى بنقوله عشان ده كل حاجة عن طريق المجموعات الضمنية وبرامج طبعا الكمبيوتر بيبقى سهلة جدا بنعمل صحة أو غلط مثلا برنامج على الكمبيوتر يدوس على الصح بيزهر له بقى موسيقى معينة يعرف إن ده الكرت الصحيح طب دكتورة دينا أنت ليه اخترتي المجال ده بالزيت وبتحلمي توصلي فيه ومعليش بس فريق الأداد زيارة لنا استور بتعطي الدكتورة التكريمات والشاهدات كمي إن شاء الله بإذن الله أنا بحلم إن أنا أوصل أعلى أعلى حاجة ممكنة في التربية الخاصة أنا في البداية كنت بشتغل 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 معلصة ولازلت بشتغل فيها لأن أنا بعتز بمدرسة جدا كان بيبقى عندي مثلا أولاد عندهم صعوبات تعلم طبعا في صعوبات تعلم نمائية وأكاديمية فطبعا الدراسة التربوية لوحدها مش كفاية إن أنا أتابع حالة الولد ده فلازم أكون متخصصة عشان أقدر أعمله البرنامج المزبوط علشان أتحسن أحسن من حالته طب إحنا ستور ما أنا عشاش أتكلمين على التكريمات بقى لا أمش جميلي كمان بقول لحضرتك إن إحنا يعني ما عندناش الوعي الكافي بزوء الهمم أو زوء الاحتياجات الخاصة أنا أنا بيجيلي حالات كتير جدا ببقى حزينة جدا ننقمز علينا يعني مثلا سي من الناس ولية أمر مثلا بتيجي تقول لي يا دكتور أنا مش هكمل ليه مش هتكمل أصلا أنا حامل وهجب بي بغيره طب ليه يا جماعة أسنده وسعده ووصله لبر الأمان لأنه هو ابني أي تمام فأنا المشكلة إن إحنا كثقافة مش يعني ما عندناش الثقافة دي كمان حالات التوحد أنا معلش ما احترامي للزملاء بتتشخص في بعض الحالات التوحد غلط يعني ممكن يكون طفل عنده زي ما قلت حيك عوز لك دمعية أو حرمان بي أو حرمان بي ممكن يتشخص إن هو توحد ممكن يتشخص إن هو توحد طب هو بيستفاد إيه من كده يعني هو الدكتور بيبقى عايز يعمل يعمل شغل ده بعضهم يعني أو عايز يعمل شغل مثلا ويكبر الحالة وكمان ممكن يقول مثلا يعني بعض الحالات بتجيلي أصلوا عنده سمة من سمات التوحد أقولهم يا جماعة ما فيش حاجة اسمها سمة من سمات التوحد للطفل ده عنده توحد يا إبا معندوش بالضبط كده طب كلمين عن تكريمات بقى لإنتي أخدتها حضرتك أنا كنت أخصائي اجتماعي أول حاجة في المدرسة خدت أخصائي مثالي تحادات طلابية وخدت أخصائي مثالي تربية اجتماعية وخدت أخصائي مثالي باحث وتسعدت على مستوى الجمهورية تكريمات من وكيل وزارة في مدرستي خدت معلم مثالي تكرمت على مستوى الأدارة بفضل التكريمات لغاية ما تسعدت جمهورية وكورصات بقى طبعا على التنمية البشرية وبعمل تدريبات لتنمية البشرية الأمهات بتستفاد جدا من الحاجات دي طبعا في المراكز والمدارس مشاركة المجتمعية مهمة جدا أن احنا نوعي ناسنا أمهاتنا بلزوى الاحتياجات الخاصة وبالأولاد العاديين وساعات كتير بنتكلم عن مشكلات التنامر لأن احنا بنعاني جدا من التنامر من جوه البيت يعني من جوه البيت يعني الولد مثلا يكون عنده مشكلة ممكن أبوي يبقى مش متقبله مش متقبله مش متقبله عندنا في حالة قابلتها وبعدين كمان ممكن يعني أنه هما يعني ودوا مركز أو كده يرفضوا أنهما يعيشوا معاه في البيت أو كده يعني في حالات مثلا في مدارس تربية فكرية بتجيلي بتعامل مثلا بيروحوا مراكز معينة يا أستاذة أو يا دكتورة أنا عايز الأيكيو بتاعته تكون 55% بحيث أن الولد ده ما يجيش البيت طب بمناسبة بقى اختبارات الذكاء هي بتتعمل ازاي؟ طبع بتتعمل هو فيه أصلا ستانفورد بنيه سرار 5 ده الاختبار الذكاء بيبقى عبارة عن مجموعة من الإجراءات والعبارات ومجموعة من الإجراءات بتتعمل علشان الولد ده بنعرف نسبة الزكاء بتاعته كام لازم لازم نعملها صح لأن كتير جدا بجينا نتائج غلط وبتبقى مشاكل كتير جدا جدا لازم يقف يعني مثلا أنا بقوله أنت فين؟ يعني بعمله كده بلس منت تست يعني أعرف هو وقفل غاد فينا عشان حطوله البرنامج المناسب لي يعني بس؟ طيب وإيه الايكيو ده؟ هو الايكيو هو اختبار الذكاء لكن التوحد اختبار جيليام إحنا بنعمل ثلاث حاجات يعني مثلا أنا بيجي لي مثلا طفل بيبقى باين من شكله طبعا بطلب منه أشعة مقطعية وأشعة رانين على المخ عشان نعرف تخطيط المخ مثلا دي أول حاجة إحنا بنعملها ثاني حاجة بقى بنعمل ثلاث حاجات مثلا لو أنا شكة بتوحد بعمل اختبار جيليام للتوحد لو أنا شكة نهي أعقاد بعمل اختبار ذكاء أشوف هو أي نوع من الأعقاد كمان بعمل اختبار الاختبار التوافقي طبعا أنت بتحلمي ليهم بإيه عشان يعيشوا حياة كريمة أنا نفسي أن يبقى اللي صبوطت عليهم شوية ونهتم بيهم أكتر من كده من المجتمع ككل وناخد بإدهم ويكون في المدارس متخصصين بحيث أن هم يعملون لهم البرامج اللي تناسبهم وتناسب كل حالة فيهم عشان يتطوروا لأن في منهم حالات بتتحسن بشكل كبير جدا طيب بسي أنا دايما بشوف أن ربنا مدينا رزقنا كلنا 24 قراط يعني لو في حد ناقص حاجة أكيد ربنا معوضوا بحاجة تانية زي ما أنا قلت في مقدمة البرنامج أن هم ممكن يكون عندهم إعاقة بس أكيد ربنا مميزهم بميزة تانية مش موجودة عندنا إحنا وأكيد أن هم عندهم رحمة وإنسانية مش موجودة عندنا إحنا وأن هم أكيد أكيد داخلين الجنة بس يعني كلميني عن يعني الحالات التي أنت تعملت معيها وكان عندها مواهب كده فزة أطفال أنت تعملت معيهم حالية تعملت معيهم وكان عندهم مواهب يعني ما شاء الله يعني انبهرت بيها فيه أولاد بتعذف على موسيقى أنا انبهرت جدا يعني فيه أولاد بتعذف أورجي حلو جدا 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 يعني عندها الحاسة السمع القوية جدا جدا مجرد ما أنت بتسمع النقطة مرة واثنين خلاص هي كده حفزتها تمام وفيه أولاد بترسم بتبقى موهوبة جدا جدا ما تتوقعيش أن الرسمة دي طلعة من طفل خبراته بسيطة لسه يعني بظروف زي كده جميل طيب قوليلي يعني احنا قلنا أن فيه أنواع ليها نسبة شفاء انت كان فيه حالات أنت تعملت معيها وشوفيه تماما فيه حالات كتير بس هي الفكرة أن المجال ده محتاج طول النفس محتاج صبر يعني فيه حالات توحدت كتير جدا اتغيرت وصلت يعني مع الشغل وكده بقت مراحل متقدمة جدا أكاديميا وبتروح المدرسة بقت كويسة يعني متقربة من أقرانها كتير جدا هي الحالات اللي بتبقى صعبة جدا حالات الشلل الدمير حقيقي حقيقي بتبقى من أصعب الحالات حالات السيبي بتبقى صعبة جدا جدا لأن هما بيبقوا اعتمدين أكتر من اللازم طيب محتاجين طول الوقت رعاية وده كترة متخصصين في جميع المجالات لأن معظمهم بيبقى عنده مشاكل في الجسم في الجهاز الهضمي في الجهاز التنفسي في الجهاز الحركي في الجهاز البولي بتبقى مشاكل كبيرة جدا جدا بتبقى محتاجة دايما مرافق يعني طيب إحنا عايزين نشدد شوية عن التنمر وده آخر سؤال معنا عشان للأسف خلص وقتها حلقتنا عايزكي كده توجه نصيحة للناس في الشارع وكمان الأباء للتعمل مع زاوي الاحتجاجات الخاصة أنا بحب كلمة زاوي الهمم جدا جدا عشان ولدنا كلنا لازم نحاول نساعد بعض كمان لو عندي حد زاوي احتجاجات خاصة في الأسرة بناشد الأب والأم يا جماعة معلش دول أولادكم يعني أنا مش هوصيكم على أولادكم بس هم محتاجين رعايتكم جدا محتاجين أنتوا تحتضنوهم وتبقوا مبسوطين بيهم وتحسسوهم بحلانكم لأن الحالة النفسية مهمة جدا جدا في تحسن الحالة دي يعني لو الولد حاسس أنه هو أي حاجة بيعملها أو بيتطور فيها لقي منها تشجيع من البيت والأسرة بيكون مبسوط جدا كمان الناس في الشارع بلاش بلاش أنتوا تتنمروا على بعض وبلاش نقول ليه ابنك كده هو أصلا التنمر موجود يعني بين الناس وبعضها أو الناس طبعي فبيبقى أكتر قصوة مع زاوي احتياجات الخاصة بضغط طيب أنا قبل ما أختم عايزة أقول لكل أب وأم ربنا رزقهم بطفل من زاوي الاحتاجات الخاصة أو زاوي الهمم ما تزعلوش متعتبروش أنه ده يعني عقاب من ربنا سبحانه وتعالى لا ده ممكن يكون سبب في دخولك الجنة لو أكرمته وأحسنت تربيته ومعاملته ربنا حيفتح لك أبواب الخير مش بس في الدنيا كمان في الآخرة أشوفكم الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من الحوار مع يسرى مع يسرى نصر الله ترجمة نانسي قنقر